أهلا بكم في قناة مساء الأخبار وأهلا بكل المتابعين والمشتركين صباح الخير أو بساء الخير على حسب ما أنتو بتتفرجوا على الفيديو في أي توقيت النهاردة هنتكلم عن مجموعة جديدة وجولة جديدة من الأخبار حول العالم وأهم الأحداث اللي موجودة في الدول العربية والعالم وكمان أخبار عجلة قبل ما نبدأ بفكركم بالاشتراك وتفعيل الجرس وتعمل لايك وشير للفيديو عشان نوصل لكل الناس هنبدأ مع بعض بخبر لسه نازل من حوالي كم ساعة على جريدة الأهرام بيتكلم عن الأبديت أو التحديثات اللي حصلت في تركيا كلنا عارفين مبارح أنه كان فيه فيضان كبير جدا في أنكرة ولكن الوضع لسه مهديش بل على العكس النهاردة زادت أعداد الضحايا وأيضا المشاكل والدمار في تركيا كان كبير جدا مش بس كده إحنا سمعنا أنه كان فيه زلزال كمان هكلمكم عنه جريدة الأهرام بتقول أن تم الإعلان عن مقتل أربع أشخاص وفقدان آخر في فيضانات بتضرب وسط تركيا من يوم السبت خصوصا العاصمة أنكرة حيث يتوقع هطول مزيد من الأمطار لغاية يوم الاثنين على ما أفادت وسائل الإعلام التركية يعني من أول يوم السبت لغاية النهاردة الموضوع كتير جدا وعثر على سلاس جسس في محافظة أنكرة حيث كانت فرق الإنقاذ ما زالت تبحث الاثنين عن ضحية ربعة مفقودة كما أودت الفيضانات بحيات شخص في كرمان وسط العاصمة بحسب الصحافة المحلية وضربت أمطار غزيرة وعواصف مصحوبة بالبرد وسط البلاد يوم السبت والحد وألحقت أضرار في العديد من المدن في شمال تركيا ووسطها وكان ما زال يتعذر الوصول لثمان كرة صباح الاثنين في منطقة اسمها كاستامونو بسبب الفيضانات يعني فيه أماكن كمان مقدروش أن هم حتى يقدروا ينقذوهم أو يوصلوا لهم بسبب الفيضانات اللي تسببت في انهيار الطرق وصدرت تحذيرات باللونين الأصفر والبرتقالي ل42 بلدة في وسط تركيا وشمالها النهاردة وطبعا تم إغلاق المدارس الابتدائية والسنوية في أنكرة وجمريك وسط يعني الحال صعب جدا والأمطار شديدة والفيضان رهيب في تركيا على غير العادة ممكن الأيام دي متعودين على الحاجة زي كده بس لو تاخدوا بالكم الجو غريب لدرجة أن حتى عندنا هنا في مصر بيقولوا احتمال بكرة الدنيا تمطر أنتم متخيلين؟ يعني احنا المفروض درجة الحرارة كانت عالية مبارح أو أول مبارح وكمان بكرة فيه احتمال أن يحصل انخفاض في درجة الحرارة والدنيا تمطر في مصر كمان من دي من الأخبار المهمة اللي حصلت في تركيا برضو عشان ما نطلعش من تركيا لما نكون قلنا كل حاجة حصل زلزال بقوة خمس درجات على مقياس رغتر مبارح الأحد في محافظة اسمها فان الوقع في شرق تركيا على الحدود مع إيران وعلنت هيئة الطوارئ والكوارث التركية أن الزلازل وقع على عمق 18 كيلو الساعة 9.35 مساء بتوقيت تركيا يعني الساعة بالزبط بتلاتة 6.35 بتوقيت جرينيتش بالقرب من المنطقة التصبة بدوريها أشار وزير الصحة التركي فخر الدين على مواقع التدوينات أن الحمد لله ما حصلش أي وفيات أو إصابات عن هذا الزلزال كمان ده بالنسبة لتركيا الخبر من جريدة الوطن عشان نبقى عارفين عندهم حالين فيدانات وحصل مبارح الزلزال على الساعة 9 بالليل بتوقيتهم كمان من ده من الحاجات اللي عايزين نتكلم عنها شوية ومهمة جدا آآ ومن الأخبار العاجلة تم الإعلان عن إصابة رئيس وزراء كندا بفيروس كورونا والخبر نازل على موقع العين الإخبارية من حوالي ساعة بيقول أن رئيس وزراء كندا جاستن ترودو أعلن الأسنين أن الفحوصات أثبتت إصابته بفيروس كورونا كوفيد ناينتين داعيا إلى التحصين بالتطعيم وقال ترودو على تويتر أن أثبتت الفحوصات إصابته وسيتبع إرشادات الصحة العامة ويغضع نفسه للعزل وأشعر أنني على ما يرام ولكن هذا حدث رغم حصولي على جرعتي من التطعيم لذا أدعو من لم يأخذ اللقاح بأن يسعى الحصول عليه وعلى الجرعة التنشيطية إذا أمكن ومش بس رئيس الوزراء الكندي اللي تم الإعلان عن إصابته بكورونا لا كمان سمعنا عن وزير الصحة الأمريكي برضو أعلن تم الإعلان عن إصابته بكورونا في خبر عاجل من حوالي 35 دقيقة أنه هو تصاب ولكن دون ذكر أي تفاصيل يعني عندنا رئيس وزراء كندا ووزير الصحة الأمريكي بالنسبة برضو الحاجات المتعلقة بكورونا الأخبار اللي نزلة من حوالي 5 ساعات نزل خبر على صحيفة الشرق الأوسط بيقول أن المملكة العربية السعودية بترفع خلاص كل الإجراءات الاحترازية الوقائية المتعلقة بكورونا وكمان عدم إلزامية أن هما يلبسوا كمامات إلا في مكانين فقط داخل السعودية المسجد النبوي والمسجد الحرام الأماكن التي يصدر بشأنها بروتوكولات من هيئة الصحة العامة لأن هما لازم أن يكونوا لبسين كمامات علشان يدخلوا لها مع الاستمرار بالتوعية والحث على استخدامها غير كده خلاص ما فيش حد يقدر آآ مش لازمة تكون لبسين كمامة في أي مكان داخل السعودية فدي حاجة برضو حبينا نقولها لكم آآ وكمان كاتبين أنه تكرر عدم اشتراط التحصين والتحقق من الحالة الصحية في تطبيق توكلنا للدخول منشآت يعني كان في الأول عشان تخش أي منشآة حكومية لازم أن يشوف آآ ان انت خدت التحصين ولا لأ دلوقتي خلاص ما فيش حاجة الكلام ده يعني مش هاسأله تاني والكلام ده بقى هيبقى على كمان على الطيارات ووسائل النقل وكل الكلام ده باستثناء بعض الأماكن ممكن يطلبوا منكم الكلام ده لكن بقى قليل قوي ده بالنسبة لدولة السعودية كمان في خبر نازل في مملكة البحرين النهاردة في تعديلات وزارية كبيرة جدا حصلة في البحرين نضم 17 حقبة أبرزها الصحة والنفطة الشؤون الإسلامية والتغييرات دي كانت كبيرة جدا وتعينات وهكذا في المملكة البحرينية الخبر نازل من 30 دقيقة على جريدة الطريق من دمن الحاجات بقى اللي مكنتش عايزة أبدأ بيها وكانت مدايقاني جدا ومزعلاني هو وباء داخل دولة عربية في وباء اسمه اليرقان في لبنان تم تسجيل 250 إصابة ودعوات لفرد حالة طوارق صحية لأن 250 عدد مش قليل نظرا أن هذا الوباء بينتشر بسرعة والوباء ده بينتقل عن طريق المأكلات والمشروبات الملوثة ونازل خبر على موقع الوطن بيقول أن نقيب الصيادلة اللبناني يدعو لحالة صحية ترقف لبنان بسبب انتشار وباء اليرقان وده بحسب ما نقلته شبكة روسيا اليوم الإخبارية وأرجع نقيب الصيادلة اللبناني ضرورة إعلان ما وصفه بحالة الطوارق بسبب أن هذا الوباء سريع الانتشار ويمكن أن يتعدى منطقة ترابلوس اللي ظهرت فيه حتى الآن 250 حالة وده المعلن عنه لو أعلم بالحقيقة وأوضح نقيب الصيادلة اللبناني إلى ضرورة التأكد من سلامة الغذاء بالإضافة إلى فحص المياه والخضار لعدم تفشي هذا المرض اللي بينتقل عن طريق المأكلات والمشروبات الملوثة وأكد سلوم أو جو سلوم اللي هو النقيب إن حالات الإصابة بوباء الياركان تخطط المتين وخمسين حالة في ترابلوس وضوحيها مؤكدا على أهمية الوقاية وخاصة في ظل معاناة المستشفات الحكومية ووجود نقص كبير في الأدواء والمعدات فده مخلي الموضوع كمان يزيد وشدت نقيب الصيادلة على أهمية استعداد وجهوزية المستشفيات لاستقبال المرضى محذرة من وجود مشكلة كبيرة كمان في اللقاحات المدعومة من الدولة ووجود نقص كبير فيها وقال إن اللقاحات المدعومة من الدولة لغاية دلوقتي مزالت مفقودة فضلا عن وجود تأخر كبير في عملية استرادها لافتا إلى أهمية فتح اعتمادات خاصة لموضوع اللقاحات مع اعتماد استراتيجية ثابتة اللي ما يعرفش إيه ده الوباء الياركان ده عبارة عن حاجة من أكل ملوث أو ماء ملوث بيخش على الكبد وبيبتدي إنه هو يهاجمه وبيظهر على الإنسان بإن عينيه بيبقى لونها أصفر والجسم بيبقى مهمد وعاوز نام كتير وحالة كده صحية ومع موجود إسهال وأعراض تانية كبيرة يعني هي ممكن مش بتسبب الوفاء بس ده معناه مؤشر إن البلد بتعاني من مشكلة كبيرة في التلوث يعني الوباء اللي أنا بكلمكم ده ده بيجي بسبب إن المكان مفهوش نظافة أو بسبب تلوث أو بسبب إن ما فيش تطهير في مثلا الأماكن بتاعت مياه الشرب أو ما فيش تطهير في الخضروات ملوثة في مشكلة بتحصل في البلد لإن العدد ده مش قلية ربنا يستر على لبنان إن أنا مش نقصة اللي بيحصل فيها كمان معنا خبر آخر عايزين نتكلم عنه النهاردة وهو أمريكا وروسيا وكندا وكل الدول دلوقتي فيه طلع تقارير بتقول إن روسيا مستفيدة باللي بيحصل وده دليل على إنها انتصرت على أوروبا وأمريكا بمكاسب قياسية في السريع كده خبر نازل على المتداول العربي وده موقع مخصص بالاستثمارات الاقتصادية والتداولات وهكذا بيقول الموقع إن رغم خامل اتحاد الأوروبي بحظر واردات النفط الروسية ومن قبله كان فيه قرار لأمريكا لإن الأرقام بتكشف حقيقة واحدة يعني روسيا لغاية دلوقتي ما تأثرتش من العقوبات بل على العكس خرجت منتصرة هتقولولي إزاي هقولكم المفروض إن موسكو فقدت كده أهم مستورديها اللي كانوا بياخدوا منها الغاز لكنها فتحت أسواق جديدة في دول تانية وما منعهاش البيع بهقل من سعر السوق عن تسجيل المكاسب لأن تم تعويض النقص ده بفضل ارتفاع الأسعار فبدأوا يكسبوا مكاسب خيالية حققت روسيا خلال المئة يوم الأولى من غزو أوكرانيا عائدات قدرها 93 مليار يورو من صدرات الطاقة الإحفورية ولا سيما للاتحاد الأوروبي اللي هو أصلا عامل عليه عامل على روسيا عقوبات وبيشكل الاتحاد الأوروبي بحسب التقرير 61% من صدرات الطاقة الإحفورية الروسية يعني أيما يقارب 57 مليار يورو خلال أيام المئة الأولى من الغزو الروسي لأوكرانيا ووفقا للتقرير اللي تلع من مركز أبحاث أوروبي حول الطاقة والهواء النظيف اللي موجود في فنلندا بأن لغاية دلوقت برغم أن احنا بنحاول نحرم الكريملين من التمويل ولكن برغم كل الحظر ده مش قادرين برضو نمنع قوي أن احنا ما ناخدش منهم لأن الدنيا هتنهار عندنا فبردو لغاية دلوقت احنا معتمدين على روسيا علشان برضو ما نتحكش على بعض أما بالنسبة بقى لأمريكا فلسه خبر نازل على موقع البوابة نيوز بيقول أن أمريكا خلاص لغت شرط تقديم البي سي آر لدخول أراضيها بشكل رسمي كنا سمعين عن الخبر من كام يوم ولكن تم تأكيده النهاردة أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية إلغاء شرط الحصول على نتيجة سلبية لاختبار كورونا قبل دخول المنافذ الأمريكية 24 ساعة وقال المركز الأمريكي للوقاية من الأمراض والسيطرة عليها اعتبارا من منتصف الشهر الجالي لو شهر ستة محدش هيتلب منكم خصوصا المركز السيطرة على الأمراض من المسافرين جوان من دولة أجنبية الأمريكا إظهار اختبار فيروس كوفيد ناينتين السلبي أو توصيق التعافي من كوفيد ناينتين قبل ما يطلعوا أي رحلة في الطيارة وكمان إنه لم يعود شرط تقديم نتاج سلبي لاختبار فيروس كورونا اللي تم إجراء 24 ساعة من مغادرة بلادهم أو تقديم دليل على الشفاء من الفيروس في آخر 90 يوم كل الحاجات دي كلها اتشالت واتلغت آخر حاجة معي النهاردة عن قبر يخص دولة الجزائر النهاردة الجزائر أعلنت عقوبات قصية لمواجهة تسريب امتحانات البكالوريا كنا سمعين برضو موضوع تسريب الامتحانات ده في العراق ودلوقتي في عقوبات في دولة الجزائر والخبر نزل من ثلاث ساعات على موقع سكاي نيوز بيقول إن دولة الجزائر اتخذت قرارات صادمة لمنع ظاهرة الغش في الامتحانات وحماية أسئلة البكالوريا والتعليم المتوسط من التسريب وشملت لو اتمسك إنه هو بيغش أو معاه معلومات عن الامتحان أو أين كان هيقدروا إنه هما يدولوا إقصاء لمدة خمس سنين فبالإضافة لإجراء قطع الانترنت على شبكات التواصل الاجتماعي وجميع مواقع المحادثات أثناء ساعات الامتحان قامت السلطات الأمنية الجزائرية بحملة اعتقالات واسعة لتوقيف اللي تم ضبطهم متلبسين في محاولة تسريب أسئلة البكالوريا وحاليا في هذا الأسبوع بيكتاز أكتر من 700 ألف تنميس جزائري امتحان شهادة البكالوريا منهم 13 ألف ممتحن حر متوزعين على أكتر من 2500 مركز امتحان على المستوى الوطني وطبعا انطلقت الامتحانات بعد يومين من انتهاء امتحانات شهادة التعليم المتوسط اللي شهدت الأسئلة ومحاولة مساعدة أبنائهم أو أحد أقاربهم على الغش منهم يعني مش ناس عادية منهم نائب برلماني منهم نائب برلماني حاول انه هو يدخل أسئلة الامتحانات وواحد كمان وغيرهم وأسادزة قاموا بنشر أسئلة الامتحانة عبر مواقع التواصل كلهم اتقبض عليهم وتم ادانتهم بعام سجن وفي اليوم الأول الإجراء شهادة البكالوريا تم أحالة أربع تلاميذ مترشحين لاجتياز الشهادة إلى الحبس بعد توقفهم متلبسين بالغش في أول يوم من الامتحان مستخدمين أجهزة تكنولوجية حديثة للتواصل وحسب رئيس المنظمة الوطنية لأولياء التلاميذ ان ظاهرة الغش ليست وليدة اليوم وإنما تعود إلى عقود من الزمن إلا أن الإعلام المديل ساهم في نشر أخبارها بشكل ملحوظ ما دفع الحكومة لاتخاذ إجراءات صارمة الموضوع مش بس موجود في الجزائر أو في العراق ولكن موجود في مصر علشان كده وزارة التربية والتعليم عندنا بتحاول بقدر الإمكان أنها بتغير في الامتحان وشكل الامتحان كل سنة عن التاني بحيس أن هما يوقفوا موضوع تسريب الامتحانات أو الأجوبة على الطلبة بكده نكون انتهينا شكرا لحضراتكم أتمنى أن الجولة تكون خفيفة مليئة بالتفاصيل والأخبار ما تنسوش بس لو عجبكم الفيديو ياريت تعملوا لايك وشير عشان يوصل للناس وياريت تقولوا رأيكم تحت في التعليقات ولو حابين تشتركوا طبعا تشرفونا عن طريق تدوسوا على زرار الاشتراك أو السبسكرايب الموجود أسفل الفيديو وتفعيل الجرس للكل شكرا وشوفكم خير